اشتركوا في القناة والطالب يكون بمقاس 9 سنتيمتر للارتفاع وطبعا 5.5 للعرض طبعا نحن نعمل هذا المقاس من خلال تخطيط او تخطيط الصفحة ومن ثم طبعا نجي الى الحجم واحجام الورق الاضافية بالنسبة للعرض راح يكون 5.5 طبعا لا بأس يكون 6 او 5.5 وبالنسبة للارتفاع 9 طبعا نجي الى هوامش وبالنسبة للأعمدة راح نصفرهم بالنسبة للهوامش طبعا راح يكون هنا صفر ايضا هنا صفر سنتيمتر بعد ما صفرنا الهوامش نجي نضغط على موافق ممتاز طبعا هذا هو حجم الـ ID Card بالبداية راح نضيف مستطيل وطبعا هذا المستطيل راح يكون بلون اسود وطبعا بهذه هي المنطقة وراح نعدل بالمكان طبعا لا بأس انه نغير الحجم الى 6 طبعا من تخطيط الحجم احجام الورق الاضافية لا بأس انه يكون العرض 6 سنتيمتر جميل طبعا بهذه المقدار من تنسيق تعبئة الشكل وطبعا راح نختار اللون مثلا هذا اللون ممكن يكون هذا اللون جميل وطبعا المخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي ممتاز الآن راح نضيف دراج شكل جديد طبعا هذا الشكل اللي بالأسفل راح يكبر ويكون بهذا المقدار ومن تعبئة الشكل راح يكون هذا اللون والمخطط التفصيلي ممكن نختار لون اغمق يعني مثلا نختار هذا اللون وبالأسفل ألوان الورق الاضافية ممكن انه نضيف العتمة مثلا بهذا الشكل وطبعا راح نزيد من الوزن ممكن الوزن يكون 4.5 الآن راح نضيف الشعار بالأعلى وننتبه انه هذه المنطقة تترك لان راح تثقب هذه المنطقة بالنسبة لحمالة الهوية راح تكون بهذه المنطقة فنترك تقريبا 1 سنتيمتر بالفراغ وراح اضيف الشعار طبعا هذا الشعار تم اضافته بالخلف بامكاني انه من الالتفاف النص امام النص وطبعا راح نصغر الشعار بهذه المنطقة بدنا ننترك تقريبا 1 سنتيمتر جيد الآن راح نضيف الصورة طبعا من ادراج اشكال يأما نضيف دائرة نرسم دائرة ونضيف الصورة بداخل الدائرة يأما نضيف الصورة ونحولها الى دائرة وطبعا انا افضل ان نرسم دائرة او نرسم اي شكل احنا نشوفه مناسب مثلا راح اختار الآن دائرة وطبعا اضغط shift فضل هذه هي المنطقة ومن تعبئة الشكل راح نختار صورة طبعا راح اختار هذه الصورة وراح اعدلها من ادوات الصورة اقتصاص واجي الى احتواء طبعا راح اكبر الصورة هذه الطريقة طبعا ممكن نصغرها قليلا افضل لا بأس ان نكبرها شوية جميلة الآن المخطط التفصيلي للدائرة راح يكون بالمخطط التفصيلي الأصفر طبعا بيمكننا من الوزن نزيد من الوزن هذا الممكن يكون بهذا المقدار ممتاز الآن طبعا لا بأس ان نكبر شوية حجم الدائرة طبعا اثناء التكبير نضغط shift ممتاز راح نضيف الاسم والعنوان الوظيفي طبعا من دراج مربع نص مثلا راح نكتب محمد باسم مراد وطبعا راح نختار فونت مثلا راح اختار فونت الجزيرة bold نكبر الحجم وراح اختار لون الخط لون الأصفر مثلا وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة وبلا مخطط تفصيلي طبعا لا بأس نكبر الحجم مثلا 18 أو ممكن 17 ممتاز وطبعا ممكن استنسخ الناس وراح اضيفه هنا راح اكتب مثلا مصمم graphic وطبعا راح يكون اللون أبيض واختار فونت regular نزغر الحجم بهذه الطريقة لان راح نحرك النصوص إلى الأعلى الاسم مع العنوان الوظيفي بهذه المنطقة جيد لان راح اضيف صورة البر كود بهذه المنطقة طبعا من التفاف النص وراح اختار أمام النص طبعا راح اصغر البر كود بهذه المنطقة وراح اخليه هنا وراح اعطيه حدود مثلا ممكن حدود يكون باللون الأصفر لا بأس يكون جميل ولا بأس انه ازود الوزن مثلا بهذه الكمية طبعا بالأصفر راح اضيف البريد الالكتروني وفصيلة الدم باعتبار انه هذا الموظف في حال لو اصيب لا سمح الله بامكان ان نعرف فصيلة الدم ونضيف له الاجراءات البسيطة للسلامة طبعا راح اكتب الاميل راح استنسخ هذا النص كنترول سي كنترول بي وراح اضيف مثلا مثلا محمد at gmail dot com طبعا راح نختار فونت الجزيرة regular مثلا او بيمكن ان نختار اي فونت اخر نصغر الحجم راح نختار فونت اخر ضمن الفونتات الموجودة مثلا هذا الفونت وطبعا راح نعطي bold ممتاز او ممكن نختار فونت arial جميل طبعا راح يكون لون الناس اسود وطبعا هنانا بالاسفل راح نضيف فصيلة الدم وراح يكون capital او زائد هذه هي الطريقة او لا بأس انه نكتب فصيلة الدم جيد الان راح نصغر حجم الاميال او ممكن نقلل من البولد وممكن يكون تسعة هذه هي الطريقة حتى نبرز فصيلة الدم طيب الان اصبح عدنا اعباج تعريفي بسيط وطبعا انا انصح ان الباج يكون بسيط بالتصميم يمشي المعلومات الرئيسية تكون موضحة على الباج او اي دي كارد وما يكون بتعقيد كثير حتى يسهل قراءة من بعيد باعتبار انه رح يعلق على صدر الموظف فضروري جدا انه يتم معرفة المعلومات بشكل سهل وقراءة المعلومات بوضوح نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى